تنشيط الدفاعي يمكن أن يكون مليح إذا تلاحظوا أنه لا يوجد تنشيط دفاعي خطة دفاعية ليس لديه وضع نقطة الضعف هي كورات في دهر الجهة اليسرية دائما نمد كورات طويلة جهة بن سبعيني و جهة أيت النوري لدينا مشكلة دفاعي تنشيط الدفاعي في الضغط على يدير لاباس نجعله المساعات و المساعات على الديفنسور توقيت لدينا رب يخرج على هذا المكان السلام عليكم أخوان إن شاء الله سوف نقع بخير سوف نتبعوا دي زيت بولا سوف نتحدث عن التشكيلة أمام موريطانيا كما موالف في هذه القناة سوف نعطيكم التشكيلات بالماضي خطر على الأول يا بابريك في الشيء يدخل و سوف ندخلوا في التشكيلات تاعة نتمنى و الفوز المنتخب الوطني تبعوا معي التشكيلات بالماضي سوف يدخل بالأفكار بالماضي لا يتبع شعب ولا يتبع شعب ووسمو الأفكار بالماضي خلاص بانت بانت دوك بانت دوك إن شاء الله نتمنى ما يدخلش هكذا لكن ممكن رح يدخل هكذا في الحراسة المرمى منظرية الجيل يمنع الطالع الجيل يوسرى أي تنوري في محور الدفاع رح يدير طوقاي وماندي خطر شلعب دي جاهل اللعبين دوما كيف كيف طوقاي وماندي رح يلعبون في الدفاع رح يدخل بطريقة 4-2-3-1 رح يدير زروقي وبنطالب في وسط الميدان كيف مادار مع بوركي نافاسو وشفنا الكاريثة دو دمي ديفانسي أمام بوركي نافاسو ونلعب بثلاثة في الدفاع ثلاثة في المحور وإحنا لعبنا بثلاثة دمي ديفانسي دونك رولانس ما كاشقع مهم لكم فهمتو أنا نظن رح يلعب بثل زروقي وبنطالب وشايبي قدامهم وفي الوجو مبليلي بونجاح ومحرز هذه هي تشكيلات عبد الماضي شايبي ولا فغولي شايبي ولا فغولي لأنه يقول نهائي أو يقول نهائي وكذا في الندوة الصحفية قال يجب أن الحيوية في هذا الماتش لذلك ستعرف باللقاء الخيالات ومن الأول كانت غلطة بالصحة كان يدير نفس الغلطة انغولا لم يكن حيوية لم يكن حيوية الجوار ماتوا دوزيامية ولم يدير الشانجمات ومع بوركي نافاسو دخل بالتشكيلات القديمة سمعنا عندي الحق وندخل بالتشكيلات إن شاء الله لا يدخل بالتشكيلات نتمنى لا يدخل بالتشكيلات المهم أن أعطيكم تشكيلات سوف نأخذ ريسك بصحة نرى هذا البالون وغير نعاود في هذه التشكيلات سوف ترى الوسط المهم في الدفاع سوف نبدل هذا الدفاع حرصت المرمى منظرية وعلى الجهة اليوم أعطال ولكن لا يوجد منافس سوف أعطال ولكن لا يوجد منافس لدينا فايزر هذا فيردر برامن الماركة أمام باير ميونيخ قدرت فيديو جديد على فايزر أرى في الفيسبوك أضعتها في فيسبوك لو أرى الفيديو في فيسبوك أضعتها في مهدي دورفا الفيديو في يوتيوب يا أخويا ذكرنا نبكو على الجهة اليومين كنا قادرين نعالجوا هذه المشكلة من قبل المهم أن يلعب أو يلعب هذا يباين ربما هذا الماتش سوف يخرج قاوش كاين لذلك يجب أن نضعه بيوش كاين ويضعه 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 ونتمنى أن يفعل ماتش كبير في الجهة اليسراء أيت النوري وفي محور الدفاع نقوم بيوش كبير لا نقوم بيوش كبير ويوجد مع موزنبيق وربما كما مع الطالب يجب أن يلعب أساسي ويقوم بيوش كبير ويقوم بيوش كبير المهم أن نرى اللاكس بيوش كبير وماندي وماندي أخرى يقوم بيوش كبير وبيعات الدفاعي ويقوم بيوش كبير يمكن أن يكون مليح فإذا تلاحظوا لا توجد أنيماشون ديفنسي لا يوجد تنشيط دفاعي خطة دفاعية توجد موضع نقطة الضعف توجد كورات في ضهر الجهة اليسرية توجد كورات طويلة جهة أيت النوري ومجد كورات طويلة لدينا مشكلة دفاعي في الضغط توجد ايديلاباس نجد المساحات ويجعل المساحات على الديفنسير توقيتنا رب يخرج على الأخير هذا مكان رب يخرج على الأخير هدرنا على الدفاع نهدر على وسط الميدان وسط الميدان نضع سنتينيل واحدة نلعبها موريطانيا نسحق 2 مليا أوفنسيف وراني نهدر على هذا الوسط عندها مدة وانا نهدر على هذا الوسط بوداوي سنتينيل نضعه لتحت يا أخويا دعوه يخرج البالان دعوه يلعب عنده تري سيتي في رجاله حط بوداوي تيتويلاري يا أخويا حط بوداوي دعوه يخرج البالان دعوه يلعبها خفيفة سيد يلعب خفيفة نسحقوا دي بال لحقهم نلحقوا دي بال دو مليا أوفنسيف شايف يبيع الجال يمنى عوار على الجال يوسرة صناعة الفرص التوازن لازم يا أخويا لازم أن نزوج تري سيتي في الوسط لازم أن التوازن أغوش وادروات لازم لك واحد يصنع اللعب يجب أن تعرفه على اللعب لازم لك بوداوي يجب أن تعرفه على اللعب لا يchnittي تبيع Lost ارتدي عليه من الجهة تحذب الجهة يقوم باللعب من حاول بنجاه كيفKe Kellegg تحتاجهم ونشرح معها ونعل�ican يجب جهة مليوت BEC أرم fortunes جهة اليوسرة والأيمنى عوار أخذ يبعد يجب는데 كيف تريد أنه مليوت في الجهة اليوسرة وفو reiter وป لuren الرئيس حيوي يجب أن نخرجهم بثلاثة وفي الهجوم على بنا كان لدي وكبار على بونجاه لكن بونجاه سوف تنظر ويسجل عدة أهداف يجب أن يكمل هذه الفعاليات يجب أن يكمل بها في هذا الماتش وربما لم يخرج هدف تدور بونجاه نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني هذه هي تشكيلات تلعب نتمنى تلعب وفي الوقت يسيق يجب أن يسمع يجب أن يسمع الشعب يجب أن يسمع الشعب يجب أن يسمع الشعب سوف يكون صعبة والأخير يجب أن نفعل أموتى من جاهزة ومن ثم المتابعين وثلاثة إلى الآن يبدو بشكل أبو وقد قد أن يتم اخذ الأمر وفي الروس لم يربح نجح هذا الماتش الثالث سوف ندخل المصاغر ندخل المصاغر نخسر القروب الكبار يزعفه وما نعرف واشن وهدي وهدي سما ندخل المصاغر سمعت للشعب لا نأخذ القرارات التوعية وكذا 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 صعبت صعبت بزاف دوك رأينا مهارز متأثر في الحوار أو يقول باللي لا نسمع حتى واحد وكي يقول هكذا سوف يسمع هذه المشكلة سوف نحبك نموت عليك نحب بلادنا نحب عليك نرد عليك أرد علينا في الميدان ماركي بيت لا ترد ليش أنا في الحوار لا نسحقنا هذه العفايسة أرد عليها سكتني في الميدان تيريها تدخلها الداخل هذا وش نحوصه بونجح سكتنا في الميدان هدرنا قعله بونجح قا هدرنا عليه و جامي بونجح هدر جامي يرد والله يرد جامي يرد سيد وقسيم بيلا غير قا طيحين عليه جامي يرد بس هراه مسلكنا ولا راه ولا راه مسلكنا ولا راه نطلع عنا المورال اخويا ماركي فرحنا فرحنا في التيرا يا محرز نموتوا قا اللي قا نحبوك قا نحبوك رانا موراكم قا لكيب ناسيونار لعنا نرقدو بها ننوضو بها قلناعني في الميدان برك هذا وش نحوصه سكتني في الميدان قطع لي هذيك الشبكة هذا وش نحوصه احنا محرز دايمن قلنا قلونجوار ويبقى قلونجوار وسطورة على المنتخب الوطني وربما يدخل في هذا الماتش ويكون اساسي وعنده الدعم بتاعنا يا اخويا محرز ما كاش كيفاش وان شاء الله يمد يعني على الحسن ما شفنا امام انجولا وامام بوركي نافاسو رح تكون صعيبة مين ما تقدرش تعرف مع محرز يقدر يسجل لك كورة ثابتة يقدر يديلك سنتر يقدر يديلك تمريرة اللي تبدل لك المباراة بس احنا ما سحقوش واحد اللي بدل المباراة لازم نسيطروا على المباراة من الول والماركي وديراكت زوج ثلاثة لازم نشعلوها فيهم في الاوقات اللي الاولى الفوز زوج ثلاثة ربعة ماركي قد ما تجيك ماركي هذا ما كان وراء اعطاكم صحة ليتبهتوا الفيديو هذا ولكم قاوة الاخير صحيتوا وانا معاسترس يا اخويا ما كاش كيفاش اربي خرجع الاخير